تاني اللي معايا الايام اللي فاتت كانت فيه اتصالات كتير جدا بتحصل من اجل التنصيق لحضور جماهير النادي الالي بشكل مكسف في التالتة شمال لدرجة ان ربطة المشجعين للالي في الدوحة تواصلت مع اللجنة المنظمة المحلية تواصلت مع ادارة النادي الالي تواصلت مع الاتحاد الدولي بشأن توفير كوتا معينة من التذاكر عشان التالتة شمال ايقونة جماهير الالي تكون ممتلئ عن اخرها ويكون اللون الاحمر هو اللون اللي فارد وجوده في استادة 974 ادرنا من خلال معلوماتنا واتصالاتنا ان فيه تنصيق تم بعد اتصالات كبيرة جدا اجرتها ادارة النادي الالي مع الاتحاد الدولي ان يكون فيه توفير على الاقل 2500 تسقرة لجماهير النادي الالي من خلال الحجز اللي بيتم من خلال سيستم الاتحاد الدولي اعتقد رقم جيد جدا بإذن الله نشوف بقى تشجيع مثالي حضور كبير ويمكن على مدار اسبوع بالزبط بشوف يعني بروفات وقرنفلات وتحضير لتيفوهات وتشجيعات للاهلي من خلال ربطة المشجعين في الدوحة انا اتمنى يا رب بإذن الله نكون يعني على هبة الاستعداد وجاهزين ان احنا نشوف يعني مشهد كبير جدا في ملعب 974 بإذن الله يوم السبت اللي جاي دي كانت ابرز الاخبار اللي معنا النهاردة في التوب نيوز نخرج لفاصل وبعد الفاصل نواصل انه عندنا فقرة مهمة جدا هنستقبلها عشان نتكلم على مونديال الاندية في الولايات المتحدة الامريكية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة